التفسير بالمأثور سورة البلد الآية الحادية عشرة فلقتحم العقبة فما المراد بالعقبة العقبة هي الأمر الشديد الشاق ومنها سميت مشقة الآخرة عقبة ومعنى فلقتحم العقبة أي فهل لا تجاوز مشقة الآخرة وقد جاءت آيات السورة نفسها تبين كيفية اقتحام العقبة وتجاوز مشقة الآخرة فبعد أن قال تعالى معظماً أمر العقبة ومهولاً لشأنها وما أدراك ما العقبة فسر ذلك بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فبهذه الأمور الأربعة تقتحم العقبة وتجتاز فينجو وصاحبها من النار والأمور الأربعة هي عتق رقبة مؤمنة من أسر الرق أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة يتيماً من ذوي القرابة أو فقيراً معدماً لا شيء عنده ثم إخلاص الإيمان لله عز وجل والتواصي بالصبر على طاعة الله وعلى أقداره وعن معصيه والتواصي بالرحمة بالخلق التفسير بالمأثور التفسير بالمأثور